ينضم إلينا الآن شبكة مراسلين من مطار شرم الشيخ ينضم إلينا مراسلون عوض الغنام وأيضا من مطار الغردقة ينضم إلينا مراسلون كريم رجب وأيضا من مطار الأقصر ينضم إلينا مراسلون محمد محروس ومن مستشفى حميات الإسكندرية ينضم إلينا محمد بهاء عوض سأبدأ معك من مطار شرم الشيخ ماذا في التفاصيل معك والإجراءات الاحترازية نعم إيمان وننسي لكم كل التحية من هنا من المطار الدولي الهم للسياحة في أفريقيا الذي نال على هم جائزة تنموية في أفريقيا في عام 2019 حيث مطار شرم الشيخ مطار مدينة السلام كما أسلفت بالفعل الإجراءات الاحترازية بدأت ليس اليوم ولكن هي منذ أيام عدة ربما عند الساعات الأولى من صباح اليوم غادر مطار مدينة شرم الشيخ رئيس الشركة القابضة لكل المطارات المصرية التقى بالعديد من القيادات هنا في مدينة شرم الشيخ العاملين على مطار شرم الشيخ للتعرف على آخر الإجراءات التي يتم العمل عليها على مدار الساعة ربما الصورة معك الآن إيمان وكذلك ننسي هي أكثر صدقا ومصدقية عشرات ومئات من السائحين من كل أرجاء وأسقاع الدنيا يتوفدون على مدينة السلام شرم الشيخ منذ الساعات الصباح الأولى أكثر من خمسة وخمسين رحلة دولية إلى مطار شرم الشيخ في رقم قياسي للغاية بالأمس كان الرقم وصل إلى تمانية واربعين وأول أمس كان سبعة واربعين سأبدأ معك من هذا الباب ربما زميلي حسين محسن هذا الباب يدخل منه السائحون بعد أن يقوم توصيلهم الأوتوبيس من مدرج الطائرة ثم بعد ذلك يتم استرامهم هذه الورقة يتم تسليمهم هذه الورقة هذه الورقة فيها عدة أسئلة يجيب عليها السياح حول درجات ارتفاعات درجة ارتفاعات الحرارة الخاصة بهم وإن كانت تشعروا بأي إسهال أو شعور بإعياء أو احتقام في الحلق أو صداع أو طفح جلد أو أو ويتم الإجابة بشكل مباشر على سؤال مهم خلال 21 يوما هل أصيب بأي مرض معدين أم لا بنعم أو لا والسؤال الأخير ما هي البلد التي قمت بزيارتها عبر السلاس أسابيع الماضية هذه الأسئلة يجيب عليها في هذه الورقة بينما الزميلات والزملاء هنا من وزارة الصحة من الطب الوقائي في جنوب سيناء كما رأيتي على الصورة على الهواء مباشرة مشاهدين القرام يقوموا بعملية الإجراء بالكشف على درجات الحرارة وإذا ما ظهر أي شيء يتم التعامل معهم من خلال الطب الوقائي هناك حجر الصحي في مستشفى الأهم هنا في مستشفى شرم الشيخ الدولي ويتوفر كل الأليات والمعدات وكل التجهيزات موجودة أعود وأذكر مشاهدين في الخدمات الإخبارية السابقة قيادات المطار أكدوا لنا بأن هذه الإجراءات ليست جديدة هذه الإجراءات تعمل عليها كل المطارات المصرية وربما أهمها مطار شرم الشيخ لأن هناك اتفاقية وقعت عليها المطارات المصرية ووزارة الطيران المصري من خلال المنظمة الدولية للسياحة وكذلك منظمة الصحة العالمية في 2009 قائمة على محورين هامين المحور الأول خاص بالنظافة والمحور الآخر خاص بالتطهير المحور النظافة هو على كل ساعة على مدار الساعة يتم ذلك من خلال الطائرات المصرية وغير المصرية وكذلك الآليات المستخدمة في المطارات سواء السلالم أو كذلك المحور الخاص بالسيور الدائرة للشنط وكذلك كل أرجاء المطار تتم عملية النظافة المحور الخاص بالتطهير إذا ما جرأ أو نشأ أي جديد أو أي طارق جديد كما يتم التعامل مع فيروس الكورونا هناك رؤية وخطة يتم التعامل معها في هذا المطار الأهم سياحيا في أفريقا هذه المعلومات أكد عليها العاملون هنا على مطار شرم للشيخ ربما نحن ولان في انتظار طائرة أخرى ستأتي بعد قليل لكن مشاهدين دعونا أن نؤكد لكم بالأحصيات وبالأرقام أهم الطائرات التي جاءت أو الرحلات الدولية التي جاءت اليوم ونحن في انتظار وجود أو وصول غيرها أوكرانيا، بيلاروسيا، إيطاليا، بولندا، ألمانيا، كاذيختسان، السعودية، تركيا، البحرين والبيلجيكا، وأستونيا، وملدوفيا، وأخيراً سويسرا كل مطارات العالم تحمل على مدار الساعة سياحاً من كل أسقاع العالم إلى مدينة شرم الشيخ وفي ذلك دليل قاطع على ما يتم التعامل معه سواء بالنسبة لأمر فيروس كورونا أو غيره من إجراءات رائعة أشادت بها المنظمات الدولية من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وزارة الطيران مع العديد من المنظمات الخاصة بها السياحة وكذلك وزارة الصحة كل أجهزة الدولة في جنوب سيناء تعمل على مدار الساعة يداً بيد متكاتفين ويقدم على أفضل ما يكون كل الخدمات هنا لضيوف مصر في زيارة الرائعة متمنين لهم، مبتسمين لهم أن يقدمون زيارة رائعة في مدينة الشمس الرائعة مدينة السلام الشرم الشيخ هذا هو محور ما عشنا وتعايشنا معه مشاهدين الكرام على مدار الساعة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم ناقلين لكم ما يتم داخل المطار الأهم سياحياً في أفريقيا وربما من أهم المطارات الاستراتيجية في العالم كله نترككم مع هذه الصورة مشاهدين الكلام ألا نعود لزمنا في السورة نعم، إذن عود تبدو كما تتحدث الصورة من ورائك أن الاستعدادات على قدم وساق في مطار شرم الشيخ وكما أيضاً تفضلت بالذكر ويبدو أيضاً من الصورة ورائك أن المطار مزدحم وأن السياحة في أوجها في مصر أنا أشكرك شكراً جزيلاً